السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا كويسين وبحير يسعد الله وكادكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله بإذن الله استخارة اثناء النهاردة لموليد برج السرطان برج السرطان صلى على الحبيب عليها افضل الصلاة والسلام قطره في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر اللهم بشرين يبوما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها تاريخك ايه يا برج السرطان تاريخ الفيديو 21 ابريل ده تاريخ الفيديو بتاعك التاريخ عرشان مصدقية قناتك كرقتك دي او استخارتك دي لشهر مايو والشهر القادم بإذن الله هيكون استخارة جميلة وبفضل ربنا تكون صورة مبشرة بالخير ويكون صورة فيها تحقيق الاماني او تحقيق الاهداف بتاعتك كل اللي بحتاجة منك ان انت تركز نعايا في الفيديو بتاعك وتركز في استخارتك وتنزل باللايك الحلو وبالتعليق اللي بتصلي بيه على الحبيب يا برج السرطان ونشوف مع بعض استخارتك الفترة دي ايه صورة الكهف صورة الكهف يا برج السرطان طلعت لك دي بتدل على ان انت عندك تفاقل او عندك خروج من محنة خروج من دي عندك رب كريم بيقف معاك وبيبشرك دايما بالخير دايما عندك موعد مع ربنا ان انت هتكون متفاقل او انت على قد ما تعرضت في حياتك من عراقين من ازمة من مشاكل على قد ما هيكون فيه انفراجات دايما بيقولوا ان انت صاحب حق ودايما عندك عزيمة كده وكوة خارقة ان انت تاخد حقك بس طيب جدا في التعامل مع الاخرين والطيبة بتاعتك دي بتوقعك في مشاكل وبتخليك تظلم نفسك علشان ترضي الاخرين على حسابك ودايما بتقعد مع نفسك وبتلاقي ان ما فيش اي حاجة تخليك تضغط على نفسك الضغط اللي انت ضغطه ده بس باسم الله ما شاء الله عليك برضو متفاقل التفاقل بتاعك ده هيقدمك لدفعة قدام وهيخلي دايما عندك صاحب اموال او صاحب حق وباذن الله هتكون صاحب حق الفترة اللي جاية وهيكون فيه تغيرات انت بقالك مدة بتحلم بيها دايما دماغكم مرفوعة مفيش حاجة اسمها هتكسر لحد مفيش حاجة اسمها اوطي ابص رجلة حد مفيش حاجة علشان ليه حاجة عند حد اتزلله انتو المبدأ ده مش عندكم نهائي دايما رأسكم مرفوعة دايما انطقتكم عليا عندكم دفعة لقدام ازدهار ثقة بنفس محدش يقدر عليها وعشان كده انتو الايام دي او الفترة دي هي انتو ماشيين في طريق الطريق ده اينا عم حاسين ان هو متعب بس فيه طاقة ايجابية اول حاجة انتو هنا عندكم فرحة باذن الله الفرحة دي هتكون كبيرة جدا وهتكون كده دفعة لكم او زي ما تكون ضربة لكم قوية جدا كمان انتو هنا فيه شوية قلق شوية حيرة شوية خوف شوية توتر لاما من المستقبل لاما على حد لاما حد تعبان انتو هنا بسم الله كمان مشاهل عليكم فيه مال انتو شغالين عليه او فيه حاجة معينة انتو شغالين عليها الله اعلم طاقة تغيير الله اعلم فالفترة دي هي فترتكم فيه طاقة ايجابية اي نقم كمان الفترة دي فيه اهتمام انتو بتهتموا بالشريك او الشريك مهتم بكم فيه اهتمام اول فترة دي فيه علاقة حب جميلة جدا فيه يعني تغيير مصار كده في حياتكم العاطفية عشان فيه امور حلوة كمان عندكم احداث جديدة والاحداث دي هتكون في صلاحكم انتو علشان انتو بقالكم مدة مستنينها بمعنى صح وابتدعوا ربنا انه فيه طاقة ايجابية عندكم كلام يخص اطفال لا اما انتو بتاخدوا علاج علشان الحمل لا اما مستنين الطفل جديد لا اما انتو فيه كلام يخص اطفال عندكم الله اعلم بس فيه امور تخص الاطفال فيه بشرة خير والبشرة الخير دي هتكون قوية جدا فيه كمان البعض منكم هيتقدم له عرض اذا كان عرض شولة او اذا كان عرض عمل او اذا كان حاجة جديدة في حياتكم ممكن يكون ترقية ممكن يكون سفر الله اعلم اليومين دول ممكن يكون انتو عندكم صلح بينكم وبين حد عندكم رجوع للمنفصلين بس حاليا العين مأسرة عليهم جدا وبشدة لدرجة هي اللي عملة لهم النفور ده ومش عايزين يتكلموا وحتى التليفون ما بيردوش عليه وعايزين يعودوا لوحدهم انتو خايفين على طفل خايفين على بنت خايفين على حد عندكم عايز يعمل عملية او في حد عندكم شغال 24 ساعة في 24 ساعة بيشغل نفسه بكل الطقات علشان خاطر يجهز نفسه او في طاقة عندكم معينة بعض الوسواس عندكم البعض الوسواس ده عمل لكم قلق وعمل لكم حيرة كمان انتو هنا بصمتوا ان انتو لازم تتخلصوا من الاعداء اللي حواليكم وتصبحوا اشخاص اقوى عن الاول عندكم مصدر حلو جديد هيدخل لكم وهينور طريقه كمان انتو هنا في هدية بتتقدم لكم او حد هيقدم لكم هدية الوضع الصحي عندكم ملأزمكم شوية ومخليكم مش مرتحين نفسية كمان انتو عايزين تتواصلوا مع شخص غايب عن لكم بقاله مدة او شخص بينكم وبينه مسافة الله اعلم عايزين تتكلموا معايا عايزين تفتحوا معايا مواضية عايزين يبقى في حاجة الله اعلم كمان انتو هنا لو شغالين شغالين على نفسكم قوي شغالين على حياتكم قوي فايت تهتموا بصحيتكم شوية علشان الصحة عندكم في النازل المناع عندكم ضعيفة عصبية ضغوط نفسية عملالكم عرقية البعض منكم بيحب الداب البعض منكم بيحب الفضة فعندكم انتو هنا هدية بديدة من الحاجة اللي انتو بيتحبوها من الشخص اللي هيعرض يعني هيديكم عرض وانتو العرض ده هتيمسكوا فيه ومش هتضيعوه من ايديكم اذا كان مشروع او اذا كان حاجة معانة فهو فيه خير لكم وفيه طاقة ايجابية حواليكم اكتر من حد منافق اكتر من حد بيظلم فيكم وبيخدع فيكم بس انتو مكررين ان انتو تنجحون استقرار العاطف ده في امورك انت شخصيا هيريح قلبكم كمان حاولوا تهدوا اللعب شوية اذا كان بينكم وبين الشريك او اذا كان بينكم وبين حد علشان خاطر انتو ضغطين على نفسكم في اكتر من حاجة رغم ان عندكم حاجة طاقة جديدة او عندكم امور حلوة ليه الفترة دي انتو بتعانوا من التوتر والقلق والحيرة وحاسين ان انتو تايين كده ومش عارفين تاخدوا قرار لدرجة ان عنيكم مش قادرين تفتحوها دايما عندكم احساس ملازمكم ان الطاقة بتاعتكم خلزن وان انتو مش قادرين تستحملوا اي حاجة رغم ان الفترة دي هتكون فيه امور حلوة ويبقى فيه تأدير لحياتكم بالكامل كمان يبقى فيه طاقة تانية جديدة الوضع هنا انتو عملوكم قلق عملوكم خوف عملوكم ضغوط كده بس فيه انفراجات انتو نويين عليها او نويين على حاجات تشتغلوا عليها تكلب المزاج عندكم ملازمكم بالضغوط النفسية الفترة دي كمان عندكم عصبية زي ده انتو عصبيين او الفترة دي او فيه طاقة ملازمكم بالسلبيات الله اعلم او مش راضيين عن حاجة عمالة تزعج فيكم عمالة تقلب حياتكم وعشان كده القلق واضح جدا على ملامحكم كل ما تبصوا في المراية بتحسوا ان انتو مش انتو بتحسوا ان فيه حاجة غلط حصلت بتحسوا ان فيه حاجة ايه ده احنا مش احنا خالص الامور عندكم بتتحرك لصالحكم انتو بس انتو شايفينها العكس عندكم كمان جوه قلبكم حبت كتلة من الزعل اه كتلة من الديق والخن او بتقولوا يا رب هون علينا المرحلة اللي احنا فيها دي رزقك كبير جدا رزقك ربك هو اللي قادم عليه فما تقلقش خالص اقدر كمان ابشركم بخروج طرف تالت بيحاول يأزي عركتكم بيحاول ان هو يأزيكم وبيحاول ان هو يعمل لكم العراقيل اللي انتو فيها في حياتكم الحاسة القوية عندكم يخليكم قلبكم دليل قلبكم دليلكم على كل حاجة انتو هنا متوقعتوش ابدا ان الشخص ده يأزيكم او الشخص ده يعمل لكم اللي انتو فيه عشان كده كرهين حاجات كتيرة جدا حولكم ومن طيبة قلبكم او من ان انتو ثقاتكم في ربنا عالية دايما ربنا قادر ان هو يكشف لكم كل الناس اللي فيها حياتكم فكمان ان هنا عندكم مكالمة مستنيينها في الطريق او عندكم حاجة جديدة والحاجة الجديدة دي هتكون سبب في البهجة اللي انتو فيها الفترة دي ممكن تكون فترة صعبة جدا ان انتو مش حاسين بالراحة ولا بالاحتواء او مش لقين اللي يطمنكم وعشان كده انتو عندكم خبر حلو بس دايما اكتموا وداروا على اي حاجة في حياتكم والفرحة دي هتعيد نشاطكم هتعيد ثقاتكم برضو بنفسكم ويبقى المعنويات عندكم ارتفاع عالية حد هيقدركم وحد هيطبطب عليكم حد هيتكلم معاكم انتو خدتوا قرار ندمتوا عليه والقرار ده انتو زعلانين مازال ما زعلانين عليه او في حياتكم العصبية عندكم زايدة العصبية عندكم فيها قلق فيها توتر فيها خوف انتو مش واسقين في حد خالص من اللح وليكن عندكم شوية كسل شوية خمول شوية ارهاق فيه شوية انفراجات عندكم فيه اكتر من مكسب لكم برضو هيخليكم كده مبسطين وفرحلين عندكم هنا خروج من الضغط اللي عليكم وكمان انتو مكررين تبدأوا صفحة جديدة في حياتكم حانوين يعني مثلا ممكن يكون عندكم كزا طاقة هتغيروها فيه حاجة حصلت عندكم بخليكم مخنوقين او الحد ونزال لحد الان هنا كمان فيه تطبع عليكم وفيه رجوع لحد او فيه حد هيرجع لكم انت هترجع لحد الله ربعلا فيه هنا بسم الله ما شاء الله عليكم هتعودوا في المواجهة والمواجهة دي هتكونوا أصحاب قرارات حاسمة هتكونوا مميزين جدا في كل كلمة طالعة من لسانكم وهتكونوا بمعنى أصحة أشخاص مختلفة ليه علشان الطاقة بتاعتكم عالية الازدهار بالنفسي عندكم بسم الله دفعة لقدام بشكل كبير جدا طاقة جديدة لشكل كبير جدا راحة من بعد التعب اللي انتوا بتمروا به الخوف والقلق اللي في حياتكم ده او من لازمكم بمعنى أصحة هيكون فيه طاقة إيجابية هيكون فيه فرج هيكون فيه أخبار تانية انتوا عندكم كزا دفعة لقدام عندكم كزا طاقة لقدام او بمعنى أصحة الفترة دي هي فترة اندفعكم عن النفس لو كنتوا قاعدين فيه أحد وحد قال عليكم كلام سلبي انتوا هتكونوا أصحاب قرارات حاسمة هتكونوا أصحاب قرارات كده بشكل مختلف جدا ليه علشان الخوف اللي عندكم والقلق والتوتر ده انتوا لوين تخرجوا منه لوين تطلعوا بعيد عنه طاقتكم مفتوح طاقتكم فيها ثقة بالنفس وفيها تجديد كده وفيها أمور حلوة ابتسامتكم هتكون مرسومة على وشوكم في الفترة اللي جاية ليه علشان كل الضغوط اللي انتوا فيها دي مش هتقول صالحكم خالص لعكس الضغوط اللي انتوا فيها دي هيبقى طاقة سلبية لكم ليه علشان اللي حواليكم مش حبيب لكم الخير وانتوا علشان روحنياتكم عالية وبتكتشفوا على طول الأشخاص اللي قدامكم أو بمعنى أصح بتكتشفوا كل الأزى اللي واقع عليكم من المقربين لقلبكم فانتوا بكررين أنه انتوا كنتوا تفعل قدام لحياتكم وتشوفوا الدعم اللي انتو مستنيله بكل الطرق الطاقة تحتكم بسم الله مفتوحة اندفاع عن النفس عالي جدا الكلام كتير جدا يخص حاجات انتو معينة في بالكم برضو في دعم حلو جدا كذا حاجة انتو هتحاولوا تجددوا منها كذا حاجة هتحاولوا تطلعوا منها في امور انتو شغالين عليها الفترة دي عندكم دايرة ومقفولة عليكم الدايرة دي مقفولة عليكم وزالت مقفولة وعشان كده العقربة اللي موجودة في حياتكم بتحاول تأذي فيكم بس انتو عشان روحة نياتكم عالية وربنا دايما انتشف لكم الببان اللي مقفولة عندكم في حياتكم فهيكون عندكم خبر حلو جدا وهيكون في طاقة تتبشروا بيها بالخير انتو هنا بتقولوا حزبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي ازانة وكل اللي ظلمنا وكل اللي اخد مننا حاجة غزبا عننا وعشان كده انتو قررتوا تير مناسب زي ما قلت لكم في حياتكم بس انتو البعض منكم تعبان بسبب الديون اللي عليه البعض منكم تعبان بسبب الطاقة المعينة اللي بالكم مشغول بها الله اعلم بالكم مشغول جدا وبتفكروا اكتر الفترة دي هنا بصوا كمان بسم الله ومشاء الله عليكم عندكم خروج من علاقة تانية زي ما قلت لكم وهيبقى فيه راحة وهيبقى فيه جبر خاطر لكم انتو وقدر ابشركم بنقل من مكان لمكان او من طاقة معينة هتخرجوا منها فيه هنا بسم الله مشغول عليكم يعني الفترة دي هتكون هي فتراتكم انتو لاثبات وجودكم في حاجات كتيرة جدا اغلب الوقت انتو هنا مستنين حاجة معينة في بلكم في مشكلة هتحلوها الفترة دي وهتخرجوا من الطاقة السلبية باذن الله وهتاخدوا حقكم تالت ومثالت في حاجات كتيرة جدا انتو دايما ظهرين الكوة بتاعتكم دايما ظهرين ان انتو مختلفين لكن عندكم طاقة اه معينة اذياكم عندكم هنا شعور من وقت للتاني الشعور ده ملازمكم بالازم الكوة عندكم كوة خارقة اه احذروا هنا من واحدة ست الست دي امتبع كل اموركم وكلها حجد وغل اتجاهكم اه بلاش كمان تكونوا متسرعين الفترة دي في اي قرار خطأ انتو هنا بالصول حال واقف عندكم بس الحال الواقف ده ممكن يكون لصالحكم انتو في الوقت المعين علشان انتو حاسين دايما ان انتو في طاقة متحكمة فيكم حاسين دايما بالمرض حاسين دايما بالازم الفترة اللي جاية دي هتكون فترة حلوة جدا لكم علشان في مال انتو مش حطينه ببالكم او بمعنى صح انتو مش رسمين له حاجة فيبقى الفترة المال ده حلوة جدا رغم ان الفترة دي بصنتو هنا وشوكم دابلان بمعنى الطريقة وفترة حاسين ان هي فترة صعبة ومن كتر الخزلان اخدتوا اكتر من ضربة فوق كتفوقكم وحان تبصموا بقى ان انتو تطلعوا اللي انتو في دا وعشان كده انتو هنا هتسد الديون اللي عليكم ممكن كمان تسافروا اقدر ابشاركم انتو هنا مستنين خطوبة مستنين حاجة تخص الجواز او تخص العاطفة دايما حسن الظن بالله ده بيديكم تفاؤل وخير وعشان كده جايلكم اخبار حلوة انتو رسمينها في بالكم الدي اللي انتو فيه دا هيبقى فيها انفراجات حلوة وفيه حاجة حلوة اول بتترتب لكم هتحصل لكم الفترة اللي جاية هتكونوا انتو مستنينها دي هتخليكم كده ان انتو تنسوا كل حاجة اتظلمتوا فيها اليومين اللي جايين دول انتو هتكونوا طاقة تانية مختلفة وهيكون عندكم ممكن كمان عودة حد ليكم وهتشوفوا لحد ده اذا كان فعلا عايز مصلحة هيرجع لكم علشان بيحبوكم ولا هو كزان بتحاولوا دايما انتو تسعوا تكتشفوا تطلعوا كل المهارات الجديدة عندكم في شغلكم دايما بتحبوا تكونوا مميزين جدا في كل حاجة وعشان كده انا بقول لكم انتو محتاجين التركيز ازاي دا عن اليوم علشان الفترة دي هي فترتكم انتو للتواجه بتاعكم وعشان كده الدفعة بتاعتكم دي هتكونوا انتو طاقتكم هتطلعوا من اي خيبة الامل او اي الازمة انتو بتمروا بيها كمان الاهتمام بالنفس اللي عندكم ده مخليكم ملازمكم في حاجات كديرة جدا الاساسيات عندكم مضحة جدا في حسم العلاقة انتو هنا ممتلكين في حد متملك منكم او انتو في علاقة سامة او حد انتو متملكين في عندكم حاجة تخص التملق وعندكم حد دايما بيرائبكم وبيرائب ادوك التفاصيل في حياتكم وعشان كده انتو هنا باسم الله ما شاء الله اللهم صلوا وبارك على سيدنا محمد عندكم طاقة تانية خالص اهتمامكم بالمظهر بتاعكم وشراء حاجتكم الجديدة ده اكتر سبب هو اعمل لكم الطاقة اللي انتو بتمروا بيها دي اه ودايما اقول ان انتو هنا صحاب تملك بشكل كبير جدا حالتكم النفسية تبدأ تتحسن بكل الطور اللي انتو عايزينها اه في هنا اه حبة امور مأسرة عليكم حبة امور عمل لكم اذا حبة امور مخلياكم بخنقين مخلياكم دايما في مرقبة عندكم زي ما قلت لكم فكمان انتو الفترة دي مستنين بقدر المستطاع الرسالة اللي حق يعني دايما كل شفاء تبصوا في نتيجة تبصوا في الساعة تبصوا في حاجة كده عشان بتحسنه الوقت اه في حضور مناسبة حدا هيدعيكم فيها اذا كانت زفاف او اذا كانت خطوبة او انتو هتحضروا في دعوة الله وعلا ما يبقى فيه مناسبة حلوة جدا وهتحاولوا برضو الفترة اللي جاي علشان هي هتحسوا ان هي فترتكم هتطلعوا من عدم التوازن في الامور اللي شغلة بالكم ويبقى فيه كده طاقة معينة معايزكم تحذروا من شخص بيدبر لكم موقيدة ولحد ده مش هيعني مش هيعمل لكم حاجة بس بلاش تبوحوا قدام بأسرار او بكلام هو ربنا اللي هينجيكم منه في الوقت المناسب ليه علشان انتو فعلا قلبكم طيب جدا والطاقة اللي عندكم دايما بتخليكم تقعف مشاكل انتو في استغناء عنها او بتخليكم دايما ان انتو تتعبوا وتتئزوا وانتو ما تكونش اي علاقة او اي ازا في اي حاجة من الاشخاص اللي فيه حياتكم دول هم اصلا يعني موجودين علشان يأذوا الناس موجودين ان هم يودوكم طاقة سلبية في حد غدركم او حد ازاكم وبتقولوا مستحيل ان احنا نسمحوا حتى لو الجنة وقفة علينا يعني لو هيدخل الجنة واحنا السبب احنا مستحيل ان ندخلوا الجنة ليه على شخص خانكم او غدر بيكم انتو ممكن تسامحوا في اي حاجة بس فيه الغدر والخيانة مستحيل حتى تفكروا في السماح دي حاجة كده انتو واخدين عنها فكرة بعيدة عنكم خالص عندكم اندهاش او هتكونوا مندهاشين جدا للفترة اللي جاية انتو اه دلوقتي بتتعاملوا بالمثال اللي عاملكم ببرود بتتعاملوا معه ببرود اللي عاملكم بحب بتتعاملوا معه بحب شوفوا انتو يعني كله دلوقتي المعاملة بقيت بالمثال مفيش حد ماشيين بقعدة انو مفيش حد ده حسن من حد ولا انت حسن مني ولا لا حسن منك زي ما هتعملني هعملك زي ما هتتكلم معي هتكلم معاك انتو اليومين دول حرفين ماشيين بالمصدر ده ماشيين بالطاقة دي ليه؟ قلتوا احنا اللي فينا مكفينا ما عدناش مقصين ولا غوء ولا ظلم ولا حاجة من حد انا مستحيل خالص اسامح حد ظلمني تخيلاتكم غريبة جدا بممكن تكونوا قاعدين في امان الله بترسموا مشاريعوا والخطط بتوصلوا للعالم التاني وترجعوا وفي سانية تكونوا الدنيا تمام معاكم برضو البعض منكم ممكن يكون حاسس بالملل حاسس ان هو مالل حاسس ان هو عايز يعمل حاجة جديدة عايز يعني يعمل كاز اي حاجة جديدة بالفعل انتو عندكم تجديد تحاولوا تجددوا علشان الروتين اللي انتو فيه ده بيتعبكم انتو نفسيا بتخليكم بيخلوا بتخليكم حاسين ان كل البيبان مقفولة فوشوكم حتى لو هي مفتوحة ليه علشان انتو مش شايفين اي حاجة او مش حاسين ان في حاجة بقى لها طعم في حياتكم او في بققكم عندكم هنا كمان انتو هتحرجوا حد الفترة اللي جاية بسبب ان هو هيدخل في خصوصياتكم او بسبب ان هو هتحاس انه انت بتقولوله انت بتتدخل لا انت ما تتدخلش لا انت ما تتكلمش لا انت ما تعملش هتحرجوه جدا وهتكونوا انتو فعلا صحاب حق وزي ما قدتلكم وقف الحال اللي عندكم ده طبعا بسبب انه انتو معرضين دايما للحسد الشديد معرضين دايما ان العيون تكون عليكم فلازم تحسنوا نفسكم اول باول لازم امر الطبيعي ما تعملوش حاجة في الجمهر ان انتو تحصين النفس تحصين النفس ده يخليكم تطلعوا من اي حاجة انتو دايما بتكونوا ضحايا لناس موجودة في حياتكم وانتو مظلومين يعني ان بلاش تكونوا ضحية لأي حد بلاش تعرفوا وتخلوا الشخص اللي قدامكم يستغلكم وبلاش تدوا نفسكم طاقة سلبية بلاش تقولوا احنا منحوسين احنا طاقة سلبية احنا احنا لأ انتو كده بتدي دفع لو تقليكم بالسلبيات فبتتحكم فيكم فبتخليكم تعبانين نفسية انتو لازم تحطوا كده قعدة قدامكم ان انتو مفيش حد زيكم وتدوا بتكونوا انتو مصدر الكوة لنفسكم طول ما انتو مصدر الكوة لنفسكم طول ما حياتكم هتتغيروا للافضل بإذن الله وهتقابلوا يعني الفترة الجاة دي هتكون فيها لقائلات كده غريبة وفيها طاقة تانية جديدة او امور معينة في حياتكم اي نعم انتو مش مرتاحين من كزا ناحية بس الحسة الكوية بتاعتكم دي هتهدي نفسكم كده هتكون طب طبع عليكم وبخصوص النغزة اللي انتو يعني النغزة اللي هي عندكم دي بتجيلكم من وقت للتاني بإشاء الله بإذن الله من خلال من وراء النغزة دي ومن وراء الطاقة هيبقى فيه فرصة كده حلوة هتحسوا قدية نطب طبطة بتربنا عليكم كبيرة جدا ويبقى فيه طاقة تانية مختلفة او طاقة كبيرة باسم الله ما شاء الله عليكم هتكونوا متقلقين وهتكونوا واسقين من كل حاجة في حياتكم كمان الفترة دي ممكن يكون عندكم اختبار من ربنا خلوا بالكم انتو بتمروا به اختبار قوي اختبار طاقة اختبار امور الله يعلم بس هيكون فيه طاقة حلوة جدا ومفاجأة انتو هتفرحوا بيها قوي كمان بس هنا فيه صفقة او فيه الشراء وبيع او انتو تشتغلوا العقارات او فيه طاقة تانية معينة بس فيه زعل جواكم والزعل ده بيحاول ان هو يعني اين يتملك فيكم بس انتو مش هتخلوه يتملك فيكم ودايما هتظهروا القوة اللي عندكم والطاقة الايجابية وكمان ربنا هيهون عليكم اللي انتو فيه ده وهيعد عليكم اي مرحلة صعبة انتو بتمر بيها ربنا كريم جدا عليكم وهيديكم الدفع لقدام وهيتخليكم تعرفوا تحققوا النجاح اللي انتو عايز لها بس انتو التركيز بتاعكم اليومين دول مش معاكم خالص ما بقاش عندكم تركيز في اي حاجة ودايما اقول لكم بلاش يعني حاولوا ان انتو تركزوا انتو بتنسوا بتنسوا ودايما سرحانين دايما بتفكروش كويس دايما كده فيه حاجات غريبة بتحصل لكم فدايما اقول لكم خلوا عصابكم هاتية انتو اللي فيكم ميكفيكم مش عايزين طغوط ولا عايزين طاقة سلبية لازم تحصلوا نفسكم اول باول واي حاجة عاملالكم ازأ او اي حاجة متحكمة ارموها وراء ظهركم ليه علشان الفترة اللي جاية دي هي فترتكم انتو فترة انتصاركم حتى على نفسكم وزي ما اقول لكم انتو من كتر الحسد الشديد الفلوس عندكم متبخرة وعشان كده دايما من اكتر الفترات بتلاقوا مجرد ما بتبسكوا الفلوس بتلاقيها طارد كده في ايه ما تعرفوش بتردالوا تسألوا اسئلة كتيرة جدا على ادفع الامور بتتعصبوا على ادفع الامور فيه مشاكل ودايما وقفين للوحدة بينكم وما بين الشري وده اكبر خطأ وانا دايما اقول لكم ادوا فرصة لليه قدامكم علشان اموركم تتجدد علشان تطلعوا من اي طاقة سلبية انتو ملازماكم او اي حاجة بمعنى صحة عمدالكم زبزبة عليكم او زبزبة لتفكركم